طيب احنا طبعا خدنا الحمد لله مقدمة للكورس مبارح والنهاردة ان شاء الله هيبقى البدء الفعلي للكورس زي ما اتفقنا انا عامل ماتيريال طبعا في ماتيريال هتلاقوها للكورس موجودة في الموقع الرسمي بتاع معهد اباد ولكن انا عامل ماتيريال ازيد هتديكم دلوقتي زي ما اتفقنا اللينك بتاعها انا افتح كده الفايل عندي انا عامل الرافع على اللينك ده هبعته لكم حالا في الشات دلوقتي اه لو فتحتوا اللينك دوت هتلاقوه في ايه بقى تعالوا كده نبص عليه بصة كده موانس محمد المايك عندك شغال ايه في ايه لما تحتاجت شغاله بشغال اه تلاقوه في اللينك دوت اه 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 فولدر للانترو بتاعت الكورس اللي احنا اشتغلنا منها مقدمة الكورس مبارح الكتب الرسمية الخاصة بالكورس حتطلق انا كمان هنا ايه الكتاب بتاع احدث اصدار من السيكورتي بلاس اللي بسطته مية واحد حتطلق كتابين لي وحتطلق بالمرة كمان بتاعهم سمية واحد عشان لو عايز تبص عليه بصة اللي حاجة طيب هنا هتلاقي التولز التولز هنا هتلاقي اه فايلات منفاصلة لكل تول هنحتاجها وانا عشان اسهل موضوع على الناس اه دغطوهم في فايل واحد يعني انت ممكن لو حملت الفايل ده حجمه تقريبا اتنين جيجا يبقى خلاص مش محتاج تحمل يعني تول تول منفاصلة الله لو انت عايز تحمل تول بعينها حملها من هين عايز تحمل التولز دي كلها انا هتطلق في الايه في الفولدر ده وان فايل كده مضغوط تمام بدل ما تتعب نفسك وتبقى تحمل فايل فايل ووركي ماتيريالز دي هنشوفها اسناء الكورس ده فولدر انا حاطت فيه شوية حاجات توضيحية لبعض المواضيع اللي بشرحها ساعات بيبقى فيه موضوع معين عايزين نفهمه اكتر فمحتاجين ليه صور توضيحية فيديوهات توضيحية فتلاقيني حاطتها في الفولدر ده مهم جدا جدا الفولدر ده انا مسميه وورك ماتيريالز اجزام بريبريشن هتلاقوا هنا الضمب الخاص بالامتحان ومعلومات عن الامتحان بس زي ما اتفقنا النسخة الاحدث من الضمب بتبقى افديتت باستمرار هتكون على موقع المعهد لما حضرتك تعمل لوجين بالاكاونت الخاص بيك طيب ايه تاني موجود هنا هتلاقي حاجات تانية واحدة واحدة هنشوفها مع بعض اثناء الشرح بس يهمني الفايل ده ده اللي هو فيه الاجندة بتاعة الكورس من اول و الاخر زي ما اتفقنا نباري هنعمل اجندة للمنهج كله وبعمل لك اجندة تانية لكل سيشن طيب الاجندة بتاعت كل سيشن دي هتلاقيها فين لو دخلت على الفولدر ده اللي هو اسمو سيشن زي اجندة اباد تمام انتو جروب كام احفظوا رقم الجروب بتاعكو عشان ما تخشش على جروب غلط انتو جروب بتاعكو جروب اتناشر اهو هتلاقي هنا مثلا في جروب حضاشر دي اجندة من من كورسات سابقة اهو لا انتو بالنسبة لكو جروب اتناشر هتلاقي هنا اهو احنا ماخدناش غير محاضرة ساعة اللي هي كان فيها المقدمة بتاعت الكورس تباعا بقى اول باول هرفع لكو الاجندة بتاعت كل محاضرة اما بعد كل محاضرة او في نهاية الاسبوع برفع لكو الاجندات بتاعت المحاضرات بتاعت الاسبوع نفسه تمامي بقى ده كده بالنسبة لي الماتيريالز الخاصة بالكورس نبدأ بقى بسم الله كده هنعمل ايه هفتح اهو سيشنز اجندة تحك كده على اليمين ادي الاجندة زي ما اتفقنا بتاعت الكورس كله احنا مبارح في المقدمة بتاعت الكورس اخدنا بعض المصطلحات المهمة اللي اتفهمنا بقى يعني ايه اه ثريتس ويعني ايه بنتريشن ويعني ايه والكلام ده كله هنخش بقى على الجزء بتاع النهاردة احنا مبارح شرحنا الحد هنا كده في المقدمة بتاعت الكورس نبدأ بقى نتكلم على الجزء بتاع النهاردة حد كده عايز اي توضيح او عنده اي سؤال قبل ما ابدأ بقى فعليا في الكورس طيب عشان بلده ننظم المحاضرة وانا بشرح حضرتك لو عندك اي سؤال مفيش اي مشكلة قدامك اكتر من اختيار يا اما تكتب سؤالك في الشات وانا في الوقت المناسب هوقف الشرح واجاوب على سؤالك يا اما فيه اوبشن في الزوم اسمه بترفع ايديك كده فانا بفهم ان انت عايز تسأل فبوقف الشرح وباخد سؤالك عايز تشغل المايك وتسأل برضو ما فيش اي مشكلة يبقى قدامك تلات اختيارات يا تكتب سؤالك يا تعمل ريز هاند وانا وقف الشرح واخد سؤالك يا اما شغل المايك واسأل زي ما انت عايز في اي وقت ايه ينزل تمام نبدأ بقى بسم الله اول حاجة عايزين نعرفها مصطلح كده بيسموه السيكيوريتي بوليسي ايه السيكيوريتي بوليسي دا اي شركة كبيرة بتبقى عاملة عندها حاجة بيسموها سيكيوريتي بوليسي الحاجة دي بتبقى عبارة عن ورق مكتوب دوكيمنتيشن كده اه في ايه يعني اوريك دلوقتي صورة توضح هذه الجزئية بص انا دخلت على ايه على فولدر اسمه وورك ماتيريا الفولدر دا زي ما هو كده انا اعطيكو نسخة منه اللي هو الفولدر اللي مضغوط اللي موجود هنا هو اه اللي اسمه وورك ماتيريا بتلاقي ملف كده مضغوط حجمه 700 ميجا اه يعني كل الفلاة دردية اللي انا هفتحها موجودة عنك تمام طيب بصوا كده بيبقى في اي شركة كبيرة فايل حاجة بالمنظر دا بتبقى دوكيمنتي مكتوبة او ممكن تبقى ملف بي دي اف بيسموها ايه بيسموها بيتحدد هنا السياسات المتعلقة بالسيكوريتي ايه الاجراءات اللي محتاجين انها تتخذ عشان نأمن الاسدس اللي عندنا هتقول لي يعني ايه اسدس احنا خدنا في المقدمة بتاعت مبارح يعني ايه اسدس احنا قلنا اسدس يعني الاصول بتاعت الشركة الحاجات اللي احنا عايزين نحميها جوه الشركة يعني السيكوريتي بولوس دي بيتسجل فيها ايه بص كده اقول لك what assets ايه هي الاسدس اللي جوه الشركة اللي بتريكوير بروتيكشن اللي محتاجة ان احنا نحميها ايه هي هتقول لي يعني ايه بلدو المصطلح ده اخذناه في المحاضر عشان كام حاضر في المقدمة دي مهمة جدا فيها مصطلحات اساسية كده بنشتغل عليها طول الكورس طيب what are the possible threats ايه هي التهديدات اللي ممكن نتعرض لها او ممكن تتعرض لها الاسدس اللي عندنا ولازم كمان يتحدد في هذه السيكوريتي بولوسي ايه الاجراءات اللي لازم تتخذ عشان نحمي نفسنا من هذه التهديدات او من هذه المخاطر وهكذا اذا السيكوريتي بولوسي دي تبقى عبارة عن دوكيمينتيشن او ممكن يبقى فايل بي دي اف بينظم وبيحدد السياسات المتعلقة بالسيكوريتي سواء بقى مثلا بص يعني ساعات تبقى متقسمة الكاتيجوريس كده يعني مثلا ايه الاجراءات اللي هتتتخذ عشان نوفر بص كده في الجزء اللي في اليمين ده نوفر wireless security عشان تبقى الشبكة الوائرلس اللي عندنا متأمنة كويس عشان protect data يعني ايه ال data بتاعت الشركة اللي فيها المعلومات الخاصة بالشركة واللي هي بتبقى اهم حاجة في الشركة وعايزين نحافظ عليها من الضياع او من ان حد يسرقها او تتصرب وهكذا ايه الاجراءات اللي هتتخذ عشان protect the data لو فيه equipment معينة داخل الشركة وعايزين نحميها ايه الاجراءات اللي هتتخذ وهكذا فالسيكوريتي بوليس دي ايه بيبقى مسجل فيها اهم الاجراءات اللي هتتخذ لحماية الشبكة بتاعتنا او الشركة بتاعتنا سواء بقى ايه بقى بص يعني بيبقى مسجل فيها ايه حاجات متعلقة بالnetwork security assistant security الكمبيوتر security يعني ما شاء الله بيبقى فيها حاجات كتير والحاجات دي اللي احنا هندرسها على مدار الكورس يعني احنا محتاجين ندرس ازاي نوفر security للنتورك بتاعتنا والاجهزة النتورك ده جزء من اجزاء الكورس اللي احنا ان شاء الله هنشرحها مع بعض ازاي نوفر security للsystem يعني انا مثلا عندي جهاز كومبيوتر بيستقادمه الموظف نازل عليه operating system يا ترى الoperating system ده متأمن صح متسطى بجواه كل البرامج اللي اتوفان له حماية ما ممكن يكون نظام التشغيل نازل على جهاز كومبيوتر للأسف فيه صغرات وبالتالي يتمكن الهاكر من اختراك الجهاز والسيطرة عليه والتحكم فيه وسرقة البيانات اللي فيه هل جهاز الكمبيوتر بصفة عامة متأمن صح بغض النظر عن السيستم النازل عليه لو بنستخدم موبايلات في الشركة هل الموبايلات اللي بيستخدمها الموظفين في إدارة الشغل بتاعهم داخل الشركة متأمنة صح هل البرامج اللي احنا بنستخدمها جوه الشركة ممكن يكون فيه جهاز البرنامج اللي نازل عليه فيه مشاكل البرنامج فيه ثغرات تمكن الهاكر من اختراك الجهاز من خلال هذا البرنامج فهالي الابليكيشنز اللي عندنا متأمنة صح هل الويب ابليكيشن ايه المواصل بالويب ابليكيشن دي اللي هي لو شركة ليها موقع يعني عارف مثلا يسموا مثلا موقع زي موقع عباد موقع زي ده بيقولوا عليه كده في عالم الشبكات ويب ابليكيشن ده كده بيتقال عليه ويب ابليكيشن هل الويب ابليكيشن او الموقع يعني الخاص بالشركة متأمن صح ما ممكن يطلع الموقع ده فيه ثغرات تمكن الهاكر من السيطرة على هذا الموقع والتلاعف في المحتوى بتاعه او ان هو يوقع السيرفر اللي عليه هذا الموقع فهل الويب ابليكيشن متأمن صح الايميل بتاعنا اي شركة بيبقى كل موظف عنده ايميل وممكن تلاقي الموظفين بيرسلوا بعضه واحد مثلا تلاقي المدير باعت موظف باعت ايميل لموظف معين بيطلب منه حاجة او موظف بيبقى ايميل لموظف تاني هل السيرفرات المسؤولة عن هذه الايميلات متأمنة صح وهكذا بقى بص هنتكلم على الريموت اكسس سيكورتي والفيزيكال سيكورتي والانفيرومينتال سيكورتي والانفورميشن سيكورتي كل دي مواضيع ان شاء الله هنتطرق لها في الكورس بتاعنا كل موضوع قصة الوحدة يعني ايه زي ما انت شايف حاجات كتيرة محتاجين نأمنها طب ايه اللي هنبدأ بيه وايه اهم حاجة في الجزء ده اهم حاجة في الجزء ده هو الجزء اللي بيتكلم على الانفورميشن سيكورتي او بيقولوا عليه كده اهم المعلومات لاني يقول لك ايه يقول لك اهم اسد يعني اهم اصل من اصول الشركة هي الانفورميشن المعلومات لو الانفورميشن بتاعت الشركة لقدر الله ضاعت او بازت او اتصربت او 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 ده مصيبة مصيبة في اي شركة فعشان كده اكتر حاجة بنركز عليها ويعني نوفر لها كافة الطرق لحمايتها هي الانفورميشن الانفورميشن سيكيوريتي او بيقولوا عليها بالعربي امن المعلومات وده اكتر موضوع عايزين نركز عليه في الكورس بتاعها لكن طبعا فيه امن الشبكات امن السيستم امن جهاز الكمبيوتر امن الموبايل سيكيوريتي وهكذا لكن احنا كمان شوية هبدأ بالجزئية الخاصة بي الانفورميشن سيكيوريتي بس ما نبدأ ندرس اجزاء السيكيوريتي المختلفة دي فيه معلومة مهمة جدا لازم تعرفها دايما دايما فيه علاقة ما بين السيكيوريتي والبرفورمانس يعني ايه يعني حضرتك لما تحاول توفر اجراءات للسيكيوريتي داخل الشركة ده بييجي بنتيجة عكسية مع البرفورمانس يعني ممكن تلاقي جهاز معين كان شغال معاك زي الفول وسريع او سيستم معين سريع في الاستجابة مع الموظفين لكن لما اتخذت اجراءات عشان تأمنوا ترطب عليها ان السيستم بقى بطيق في التعامل يعني اتخال مثلا مثلا موقع ابدا بتفتحه بيفتح معاك بسرعة استكتشفوا شوية مشاكل فيه في السيكيوريتي فعالجوها فالحاجات دا لما عالجوها ترطب عليها ان الدنيا بقت بطيرة الناس تفتح الموقع يغيب عبل ما يفتح معاها يجوا يعملوا حاجة معينة يغيب معاهم اذا قد يؤدي تصبيت شغل السيكيوريتي داخل الشركة الى التأثير على ايه على البرفورمانس طيب لو قللت السيكيوريتي هتلاقي البرفورمانس كويس دايما فيه علاقة ما بين الاتنين كده عشان كده يقول لك ايه في اي شركة ما بنبلغش قوي في اتخاذ اجراءات متعلقة بالسيكيوريتي لان الموضوع ممكن يجيب نتيجة عكسية في قصة مشهورة لأحد البنوك في اوروبا البنك دا كان السيستم بتاعه مش متأمن كويس بس كان سريعا يعني العملة لما يخشوا على السيستم بتاع البنك ويحاولوا ان هم مثلا يشوفوا الارصيدة بتاعتهم او يحاولوا فلوس او 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 كانت الدنيا سريعة في الاستجامة بس نتيجة ان السيستم ما كانش متأمن كويس كان بيتعرض البنك لمحاولات اختراق واحيانا كانت بتنجح وده بيترطب عليه خسائر طب الخسائر دا مثلا قدرت بقد ايه سنويا هنفترض رقم يعني مليون دولار البنك بيخسرهم سنويا سبب ان المنظومة اللي عنده مش متأمنة كويس فقال لك لا الكلام دا ما ينفعش نسقط عليه فجابوا ناس متخصصة في السيكيرتي عشان يوفروا ويعملوا الاجراءات المتعلقة بالسيكيرتي الدنيا بيتمتأمنة تمام اه بس ترد طبعا الموضوع دوت ان البرفورمانس اتأثر ايه اللي حصل السيستم بتاع البنك بقى بطيء وناس كتيرة من اللي بيتعاملوا مع البنك نتيجة البطء دا بدأوا يسيبوا البنك ويتعاملوا مع بنوك اخرى فالبنك خسر سنويا اكتر من اللي كان بيخسروا نتيجة الايه الهاكينج اللي كان بيحصل عليه فاخد بالك من حاجة حضرتك لو اتخذت اجراءات متعلقة بالسيكيرتي لازم تشوف البرفورمانس تأثر ولا ما تأثرش طب البرفورمانس لو تأثر تأثر بدرجة كبيرة يبقى لازم تعالج دا يعني مثلا جهاز كان شغال كويس اتخذت عليه اجراءات السيكيرتي بقى بطيء طب ما انا ممكن اعمل ايه ازود امكانيات الجهاز عشان اعود البطء اللي ايه ايه اللي حصل اذا هناك علاقة مباشرة ما بين السيكيرتي والبرفورمانس وفي كلتا الحالتين حضرتك عشان تزود السيكيرتي انت محتاج تكلفة فلوس هتتدفع طب عشان تزود البرفورمانس برضو محتاج تكلفة فلوس هتتدفع طب انت لو صرفت بزيادة على السيكيرتي دا هيجي على حساب البرفورمانس فانت لازم تراعي ان لما تزود السيكيرتي تحاول تحسن البرفورمانس وهنا في رسمة مشهورة كده هورها لكو دلوقتي بيجيب لك فيها تلات ايكونات واحدة للطايم يقصد بها يعني البرفورمانس واحدة اف ليقصد بها السيكيرتي واحدة دولار يقصد بها الكوست يعني يقول لك ان دايما فيه علاقة ما بين التلاتة هتزود السيكيرتي هيجي على حساب البرفورمانس عايز تحسن البرفورمانس هتدفع في الوصول وبالتالي هيبقى فيه كوست كده كده هيبقى فيه كوست سواء حبيت تزود السيكيرتي او حبيت تزود البرفورمانس عشان كده يقول لك ايه احنا ممكن في شركة ما نبلغش اوي في السيكيرتي نبقى عارفين ان فيه ثغرات بسيطة اه بس يعني تبقى الدنيا ممكن تمشي وإلا لو انا هاعد احاول اقفل كل ثغرة ولو كانت صغيرة الموضوع ممكن يجيب نتيجة ايه عكسية طب دي حتة كانت مهمة جدا جدا قبل ما نبدأ بقى فعليا هنبدأ في ايه دلوقتي الجزء اللي كانت طبعا كل المواضيع دي هنتكلم عليه واحد واحد من دول هنشرحه بالتفصيل بس هنبدأ باهم حاجة قاله وهي الانفورميشن سيكورتي او بيسموها الانفو سيك عشان بس لما تجي لك مصطلحات او تسمع مصطلح زي الانفو سيك متستغربش الكورس بتاعنا على فكرة كله مصطلحات حيث ان لما يحد يتكلم قدامك ويجيب سلة الانفو سيك او مثلا اي ايه يقول لك اي 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 عامل اي اي ده ما تقلقش كل المصطلحات دي ان شاء الله هتعدي علينا في الكورس بتاعنا حد عنده كده اي سؤال او عايز اي توضيح قبل ما ابدأ الجزء بتاع الانفورميشن سيكورتي الانفو سيك او الانفورميشن سيكورتي او سعاد بيسموه الانفورميشن أشورنس ال اي اي يعني تأمين الانفورميشن او سعاد بيسموه بص كل ده ايه ثلاث مصطلحات مساويين لبعض عشان بس لو اتذكر قدامك تبقى عارفهم او سعاد بيسموه الداة سيكورتي الداة سيكورتي يقول لك بص اي شركة اي شركة اكيد هيبقى فيه انفورميشن ومعلومات خاصة بيها فلازم حضرتك تبني تعمل ايه بص بص تعمل سيستم لادارة عشان يمانج امن المعلومات بصوا بقى المصطلح ده مشهور جدا جدا يقول لك احنا عايزين نبني في الشركة حاجة اسمها اسمس ايه عم اسمس المصطلح الغريب ده ماهو واحدة واحدة بقى ايه هتبقى المصطلحات دي بالنسبة لك حاجات بدائية يعني اسمس اختصار لإيه انفورميشن سيكيورتي مارجمن سيستم يعني احنا عايزين نبني في الشركة منظومة نظام او سيستم لادارة امن المعلومات ده معنى اسمس قبل مبدأ في الجزء ده يهمني تعرف ان الجزء ده سعب بيبقى ليه كورسات متخصصة بتتكلم عنه يعني احنا في كورس سيكيورتي بلس من ضمن المواضيع اللي فيه من ضمن المواضيع الانفورميشن سيكيورتي لكن هناك كورسات بتركز فقط على الانفورميشن سيكيورتي مثال مثال على كورس من ضمن كورسات كتير كورس عاملاه ايزو اكيد سمعته عن الايزو سمعوا كده يقول لك مثلا شركة كذا حصلة على شهادة الايزو ايزو دي عبارة عن منظمة عالمية بتعمل حاجة كده بيسموها ستاندرد يعني معايير كده لو انت التزمت بيها يا سلام يدوك شهادة يقول لك انت انت ماشي على على النظام بتاعنا زي ما الكتاب بيقول فايزو دي ايزو دي عاملة ايه عاملة حاجة اسمها ايزو سبعة وعشرين الف وواحد ده عبارة عن ايه اجراءات معينة توفر لك information security تدمن لك لو انت التزمت بهذه الاجراءات ان انت عندك ISMS محترم ISMS محترم لو انت التزمت بالاجراءات اللي بتقولها لك ايه ايزو في الكورس اللي اسمه ايه سبعة وعشرين الف وواحد تعرف كمان لو انت التزمت بهذه الاجراءات وجوم ناس من منظمة ايزو يفتشوا عليك يعملوا عليك حاجة كده اسمها audit يفتشوا عليك عشان يتأكدوا ان انت ملتزم بالاجراءات والمعايير اللي هما حددوها في هذا الستاندرد او هذا الكورس تمام يدوك شهادة شهادة بايه يقول لك انت حاصل على شهادة الايزو سبعة وعشرين الف وواحد يعني عارف انت لما تتعامل مع مكان او شركة او بنك مثلا وتعرف ان البنك ده حاصل او الشركة دي تحاصل على شهادة شهادة الايزو سبعة وعشرين الف وواحد ده معناها ان هي متاخدة كافة الاجراءات اللي توفى لها او تخليها تعمل منظومة لامن المعلومات لادارة امن المعلومات فانت متطمن وانت بتتعامل معاهم سيه مساء انت ممكن تتعامل مع جهة معينة وتكتشف ان الجهة دي تم اختراقها والبيانات بتاعتها تتصربت وانت كعميل بتتعامل مع هذه الجهة بياناتك من ضمن البيانات اللي تتصربت لكن لما تبقى الجهة دي حاصلة على شهادة الايزو سبعة وعشرين الف وواحد فدي بتبقى حاجة بتطمنك طيب اذا الجزء بتاع الانفورميشن سكيرتي ده زي بقولك كده ليه كورسات حاجة لو عايز تعرف معلومات اكتر مين هي منظمة الايزو عايز تعرف معلومات اكتر عن الكورس اللي اسمه ايزو سبعة وعشرين الف وواحد حضرت لك لينك اهو يديك معلومات اكتر عن الايزو ولينك اهو يديك معلومات اكتر عن الكورس اللي اسمه سبعة وعشرين الف وواحد ايزو 27001 طيب نبدأ احنا وعلى فكرة انت لو تعمقت او ركست على دراسة الكورسات اللي بتهتم بالinformation security ده هيخليك مستقبلا تبقى مؤهل لوظيفة مشهورة جدا جدا بيسموها السايزو السايزو ايه السايزو دي حاجة بتبقى ايه chief information security officer يعني بالعربي كده انت مدير امن المعلومات داخل الشرك يعني ده منصب عالي قوي في الجزئية بتاعت امن المعلومات انت المدير بتاعه انت المسؤول عن كافة الاجراءات اللي لازم تتعامل عشان توفر information security ما تنساش المنصب ده الناس كتيرة انا بنكتلم عليها هتلاقيه هو بيعرف نفسه كده يقول لك انا السايزو بتاع الشرك يعني انا information security officer الواجل ده بقى بيبقى متخصص ودارس الكورسات اللي بتتكلم على information security او info security وساعات كده تلاقي يجي سيرة كده وانت في الشركة يقول لك وريني الاسب بتاعت الشرك وريني الاسب بتاعت الشرك ايه الاسب مصطلح اسب ده لي كذا معنا الناس اللي درسها شبكات الناس اللي معنا درسها شبكات عدى عليكم مصطلح اسب ده حد عارف اسب ده ممكن تبقى اختصار اللي ايه في الشبكات اللي يقولي internet service provider ايه والله يفتح عليك internet service provider حتى بصوا كده انا هوريكوا لاب من اللابات اللي بنعملها في كورسات الشبكات بقى بصوا اللاب الضخم ده طبعا اللاب ده احنا بنعمله وبنشرحه للناس بالتفصيل في كورسات الشبكات بيبقى عندنا كده حاجة اسماها اسب ده اللي هو مزود خدمة الانترنت ده مصطلح بيتقال على شركات الانترنت داخل الدولة اللي انت عايش فيها يعني مثلا في السعودية في مثلا زين موبايل ايه دي كلها شركات ممكن تتعاقد معا عشان توصل نت عندك في الشركة او في بيتك حتى فبيسموهم ايه اسب اسب نختصار لايه internet service provider اه الكلام ده في الشبكات ولكن في عالم السكيوريتي اسب لها معنى تاني ايه المعنى التاني information security policy انا مرة كنت بتكلم مع حد مدير في شركة يعني قال انا هبعث لك الاسب بتاعت الشركة ايه عام الاسب ديت اللي هي الانفورميشن سكيوريتي policy يعني ايه يعني البولوسي مش احنا قلنا اي شركة كبيرة بتعمل حاجة اسمها security policy security policy يضع فيها ايه بقى الحاجات المتعلقة بالنتوركي سكيوريتي والسيستم سكيوريتي والكمبيوتر سكيوريتي هو بقيتلي الحاجة اللي متعلقة بالايه بالانفورميشن سكيوريتي الاجراءات اللي بتتخذ عشان يبقى فيه اه شغل information security مزبوط فده معنى اسب معلش بقى شوية مصطلحات ايه خدناها infosec ia isms عرفنا ايه هي الايزو ايه هو الايزو 27001 يعني ايه سايزو يعني ايه اسب طيب نبدأ بقى بسم الله في الانفورميشن سيكيوريتي نشرحه بالتفصيل كده واحد واحد عشان توفر امن للمعلومات داخل اي شركة لازم تعرف ايه هي ايه هي التهديدات اللي ممكن تتعرض لها الداة او الانفورميشن اللي جوه الشركة بس لازم نفرق نفرق ونعرف ان في نوعين من الانفورميشن او في نوعين من الداة في عندنا حاجة بيسموها لوكال انفورميشن او بيسموها لوكال داتا وحاجة اسمها نتورك انفورميشن او حاجة بيسموها نتورك داتا ايه الفرق ما بينهم اقول لك خيل معايا مثلا في لاب ضخم زي اللي انت شايفه قدامك ده خيل معايا لو الجهاز ده الجهاز ده متخزن جواه داتا ملفات وورد ملفات اكسل صور فيديوهات مش اي حاجة يعني متخزنة جواك دي كانت تعتبر ايه حاجة لوكال جوا الجهاز يبقى دي كده ايه لوكال داتا متخزنة جوا الجهاز يبقى ده معنى لوكال داتا طب ايه معنى النتورك انفورميشن او النتورك داتا قال لك دي الداتا اللي بيتم تبادلها ما بين الاجهزة وبعضها داخل الشركة يعني يتخال معايا واحد قاعد على الجهاز ده مثلا وعايز يفتح او يتصفح مثلا موقع فيس طب هو سؤال وانت مش لما تيجي تتصفح موقع فيس او موقع بانك مثلا او موقع شركة مش فيه حوار هيدور ما بينك وبين هذا الموقع فيه انفورميشن هتتبعت من جهازك لهذا الموقع صح كده يبقى دي بيسموها يبقى الانفورميشن اللي هيتم تبادلها ما بين جهازين في شبكة ما بيسموها النتورك انفورميشن او نتورك داتا يعني عارف لو انا قاعد على جهازي او وفتحت مثلا ايه اه فتحت اباد موقع اباد طب موقع اباد حكشن تعرف تستخدمه تمام بتقوم جاينا اعمل ايه داخل على تسجيل الدخول وتعمل لوجين بالأكاونت بتاعك طب هو انت دلوقتي لما هتكتب الايميل بتاعك والبسط خال معايا هو انت قاعد على الجهاز ده كتبت ايه كتبت الايميل بتاعك سيه مثلا اه mk at yahoo dot com والبسطورد بتاعتك سيه مثلا اه اباد عشرين واحد وعشرين مثلا جميل طب انت لما تكتبهم وتعمل لوجين اللي هيحصل هتبدأ هذه المعلومات تتبعت كده 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 لحد ما توصل لموقع ايه لموقع اباد طيب يبقى دي كده النتورك 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 داتا اللي بيتم تبادلها ما بين اجهزة في شبه كمان ما بين جهازي وما بين جهاز اخر لكن اللوكال داتا هي الداتا اللي متخزنها جوه جهاز ما بيتم اشتبادلها بقى على حاجة ده هي موجودة مثلا في السي ولا في الدي صور فيديوهات ايا كي يبقى دا كده الفرق ما بين اللوكال والنتورك بص بقى لو انا عندي لوكال او لوكال داتا هناك مخاطر ممكن تتعرض ليه هنشرحها بالتفصيل ولو انا عندي نتورك برضو في مخاطر ممكن تتعرض ليه برضو هنشرحها بالتفصيل طب هنبدأ بايه احنا هنبدأ بالنتورك داتا اللي ها دي تمام ولاد ما تقلقوش جاي وقتها هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله يبقى احنا دلوقتي هنكتلم على النتورك او النتورك داتا سيكيرتي كمثال نشرح عليه خيال معايا ان انا هاعد على البراوزر فتح المتصفح يعني تمام ورايح افتح موقع عباد او رايح افتح مثلا اي موقع وفي حوارها يدور ما بيني وما بين الموقع دا تمام وانا الآن الآن لايحصل مشكلة في الانفورميشن او في الداة اللي هستبعت ما بين جهازي انا هاعد على جهازي فتح ايه فتح البروزر تمام وما بين الموقع اللي انا بتحاور معاه انا ممكن ابقى فاتح فيس ممكن ابقى فاتح الجيميل ممكن ابقى فاتح ياهو ممكن ابقى باتكلم مع حد يعني فيه انفورميشن هتتبعت ما بيني وما بين الشخص اللي انا بتكلم معاه اه القليل إحنا عليها بقى طب هو إيه اللي ممكن يحصل فيها أقول لك بقى ممكن يحصل في الـ data اللي بتتبعت ما بين جهازك ما بين الشخص اللي أنت بتتكلم معاه خمس حاجات عايزين ناخد حاجة حاجة كده منهم واحدة واحدة كده وبالراحة واللي عنده أي سؤال يوقفني ويقول لي أوضحها أكتر ما تقلقوش طيب أول حاجة ممكن يحصل data sniffing attack يعني بص ممكن حد يقدر يتجسس على data اللي بتتبعت من جهازي للموقع اللي في الانترنت أو لجهاز آخر وياخد نسخة منها يعني مثلا تخيل معاه الجهاز ده اللي عيد على الجهاز ده شخص إيه هاكر مثلا هاكر قدر بطريقة ما بغض النظر إيه هي الطريقة دي إن الـ data اللي طلع من جهازي قبل ما توصل أو هي بتتبعت للجهاز اللي أنا بتتكلم معاه هو ياخد نسخة منها كده يبقى الهكر عمل إيه؟ عمل حاجة مشهورة بيسموها sniffing attack data sniffing attack كلمة sniffing يعني إيه؟ الترجمة بتاعت كلمة sniffing يعني واحد بيشامشم شامشم ده معنى كلمة sniffing بس المقصود بيها إيه؟ المقصود بيها هنا سرقة نسخة من الـ data إن أنت بقى هتشامشم إيه؟ أنت هتاخد إيه؟ الـ data وهي بتتبعتك ده معنى كلمة data sniffing attack وده attack مشهور جدا جدا يعني إن واحد يتمكن من الحصول على نسخة من المعلومات اللي أنت بتبعتها من جهازك ورايحها لجهاز ما موجود في الإنترنت أو جهاز آخر موجود يعني ممكن يكون الجهاز اللي أنا بتتكلم معك جهاز ده مثلا في حوار بيتمي بين الجهازين دولة فالرجل الهكر دوت إذن أنه هو ياخد نسخة من هذه الـ data وهي بتتبعت من جهازي لجهاز الشخص التاني اللي أنا بتتكلم معاه طيب دي مشكلة كده عارف حصل إيه حصل حاجة بيسموها معلش بقى الكورس كله مصطلحات معلش بس المصطلحات دي واحدة واحدة تتعود عليه هتبقى بالنسبة لك بالعيات ونصيحة مني كل مصطلح أقوله في المحاضرة النهاردة وفي المحاضرات اللي جاية تحفظه زي اسمه ولو أنت مش عارف مثلا معنى كلمة معينة اكتب عندك سجل وشوف الترجمة بتاعتها إيه عشان تثبت معاك إن شاء الله طيب كده حصل حاجة بيسموها data leakage أو بيسموها data disclosure أو exposure التلات مصطلحات دولة قريبين من بعض يعني إيه data leakage كلمة leakage يعني تسريب حصل تسريب لهذه الده تخيل معاه لو أنا كنت باتكلم مع شخص ما في الانترنت مثلا وفي حوار بيدور ما بينه وما بينه أو بعتله إيميل في معلومات سرية المفترض مش أي حد يتطلع عليه والهاكر ده قدر ياخد نسخة من data دي وهي بتتبعات يبقى كده حصل إيه هيحصل تسريب لهذه الداتا وهذا ما يسمى بالdata leakage على فكرة data leakage ممكن يتميب كذا طريقة إيه مثلا لو أنا عندي جهاز كمبيوتر عليه data local تمام والUSB على الجهاز ده شغال فممكن موظفيه يعمل إيه يوم جاي حطت فلاشة مثلا يعني يوم جاي واخد نسخة من data اللي على الجهاز يحطها على الفلاشة كده حصل data leakage أه كده حصل data leakage سأنا كلامي دلوقتي على إيه على ال data اللي بتتبعات ما بين جهازي وبين جهاز ما في الانترنت لو حد قدر يعمل لها sniffing يعني يتجسس عليها وقير بتتبعات يبقى كده حصل data leakage تسريب للdata أو بيسموه ده مصطلح تاني يدي نفس المعنى disclosure أو exposure disclosure يعني كشف حاجة كشفت حاجة تعرفت أو exposure يعني فتح كشف حاجة برضو من الآخر data leakage عشان بس لو عد عليك أو سمعت من حد أي مصطلح من التلاتة تبقى عارف data leakage data disclosure data exposure تمام بالمناسبة بقى طالما جبنا كلمة disclosure دي في حاجة كده هنتعرض لها قدام بس أنا قلت بالمرة أقولها دلوقتي حاجة اسمها ال-NDA ال-NDA دي اختصار لإيه non disclosure agreement ال-NDA بص لو أنت مثلا رايح تعمل شغل مع مؤسسة أو مكامة والشغل ده هترتب عن إن أنت تخش الشركة وتتعامل مع موظفين جوا الشركة وتعرف معلومات من جوا الشركة هذه المعلومات لو أنت خرقت برا الشركة وقلتها الحد ممكن ده يضر الشركة يبقى كده هيحصل تسريب لمعلومات أنت جبتها من جوا لأن أنت كدت جوا الشركة يعني مثلا لو أنا رحت شركة عمل لها بنتريشان تستين عشان أشوف إيه الثغرات اللي عندهم وأديهم نصايح بالإجراءات اللي يتخذوها عشان يقفلوا هذه الثغرات إيه ده يعني أنت هتروح وتعوك جوا الشركة ويسيبوك بقى تقصل بالشبكة بتاعت الشركة وتكتشف الثغرات أنت بقى خلصت الموضوع ده دلوقتي ومتجي خرقت وقلت للناس اللي برا أو مثلا لشركة منافسة مثلا قلت لها على اللي أنت توصلت إليه طب ما ده هيضر الشركة عشان كده يقول لك إيه يقول لك لا ده أنت قبل ما تبدأ لازم تمضي على اتفاقية بيسموها الـ NDA Non Disclosure Agreement تضمن إيه بقى إن حضرتك وإيه اللي طبعا هتتعرض للمسائلة القانونية إن حضرتك ما تقولش أي حاجة من اللي أنت هتوصل لها وإنت جوه الشركة ما تفضحش الكلام ده ما تنشرش ما تصربش هذا الكلام فبيسموها Non Disclosure Agreement طيب عشان ما يحصلش تسريب للمعلومات اللي أنت وصلت لها وإنت جوه الشركة طيب Data Privacy يعني إيه المصطلح ده برضو هيعدي علينا معلش بقى الكورس كله مصطلحات كلمة Privacy يعني خصوصية خال معي أنا بتكلم مع واحد وبقول له إحنا هنخرج النهاردة الساعة 6 هنتفسح شوية عشان أنا محتاجة يعني أفك شوية وروح عن نفسي شوية طيب الحوار ده ممكن حد يسرقه وارد وهيعرف الحوار اللي دار ما بينك وارد طيب كده فين الخصوصين انت عايز لما تبقى بتتكلم مع حد يبقى الحوار اللي بيدور ما بينك وما بينك ما حدش يعرفه غيرك حتى لو هو حاجة مش سر يعني وحاجة سباردو انت عايز يبقى فيه خصوصية ليك فده معنى كلمة data privacy يبقى فيه خصوصية ان ال data اللي هتطلع من عندي ما حدش يقدر يطلع عليها ولا يعرفها غير أنا والطرف التاني اللي أنا بكلم معك فهو ده معنى كده data privacy طيب كل دي كل دي حاجات ممكن تحصل يعني لو حصل data sniffing ده هترتب عليه data leakage او data disclosure او exposure وده هيأثر على ال privacy بتاعتي مش كده ما بقاش عندنا data privacy طب ايه الحل عايزين حلوا الموضوع ده والحل ده احنا هنشوفه بالتفصيل حل يخلي ايه ان لو فرضا انا قاعد على جهازي وبتكلم مع حد وقدر الهاكر يسرق نسخة من ال information يعني هي وهي ما عندها يعني قدر يسرقها انا مش عايز ويفهم منها حاجة بحيث ان هو كده يبقى ما استفدش حاجة ازاي هنعمل ده هنشوفه جاي بالتفصيل هندرس حاجة لسه قدام اسمها encryption يعني تشفير ان ايه ان ال data اللي طلع من عندي قبل ما تطلع من عندي تتشفر تتشفر بايه بالاتفاق بالاتفاق مع الطرف اللي انا باتكلم معاه بس ان لو حد سرقها في النص ما يفهمش منها اي حاجة خالص يعني الاخر هيبقى فيه سرية في الحواب يبقى فيه عندنا حاجة ببصوا كده بيسموها ايه معلش مصطلح كمان اهو بيسموها confidentiality confidentiality يعني سرية الكلام اللي ما بيني وبينك هيبقى سر لو حد سرق ومش هيفهم منه حاجة ازاي هموفر لكم في انشالة داية هنشوف بقى او هنعمل حاجة اسمها تشفير كده جاي ما تقلوش هنشرح التشفير بأنواعه وايه الطرق الكويسة في التشفير وايه الطرق الفشلة اللي تبعد عندناها وهكذا اذا لو انا عملت كده بقى فيه سرية في الحوار انا كده مش قلقان من الداتا سنيفنج لو حد سرق الداتا مش هيفهم منها حاجة وبالتالي لن يحدث تسريب للداتا وبالتالي مش هتتفضح وده هيحافظ على الخصوصية بتاعتي تمام؟ مهندس محمد كاتب what is the difference between sniffing and spoofing لا كلمة spoofing and snooving بص sniffing مختلفة عن spoofing spoofing لسه جاي قدام ما تقلاش يعني عارف لو انا دلوقتي جيت هنا قلت له find نبحث كده وهكتب لك كلمة spoofing 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 هكتب spoof بس طيب سوف نجيب هي لك موجودة ما تقلاش في الأجندة يمكن أن أكون كتب حرف الاس كابيتال بس طيب بصة انا هجيبها لك انا بقى ماني والطالما مش عارفي وصلها كده اهي 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 مالغة ليه ما جبهاش لما عملت سرش عن spoofing جاية هنعرف يعني ايه spoofing هنعرف ان spoofing يعني تزييف او تغيير في الشخصية طيب و snooving برضو snooving جاية و ليه ما بيجيبش اه اه اجيبها داوين داوين ايه snooving كلمة snooving يعني تلصص يعني تدل تقول snooving قريبة شوية من sniffing قريبة بس هي معناها بالعربي يعني تلصص بنستخدمها في اماكن تانية انا هنعرف كده حاجة قدام اسمها DHCP snooving وهكذا اه لكن spoofing يعني تزييف اللي اتنين جايين ما تقلقش تمام ها حد عنده اي سؤال تاني طيب اذا اول خطر ممكن تتعرض لداتا ايه ان حد يتجسس عليها وهي بتتبعت وبالتالي دا هيصرب الداتا او هيبضحها او هيكشفها ومش هيبقى فيه كده دا privacy للداتا بتاعتي وبالتالي احنا ما تقلقش هنشفر الداتا قبل ما نبعتها عشان تبقى سرية تماما يبقى فيك confidentiality ولو حد يسرقها ما يفهمش منها حاجة والتشفير بتفاصيله هندرسه كمان شوانا طيب ايه تاني ممكن يحصل اقول لك ايه تاني spoofing هاي اللي انت سألت عليها جاي هاي website spoofing التالي ايه الweb site spoofing انا دلوقتي دلوقتي لو بتكلم مع موقع ايه اللي يضمن اصلا ان الموقع اللي انا بتكلم معه ده هو موقع الشركة الحقيقي او موقع البنك الحقيقي او مثلا موقع فيس الحقيقي يعني انا هديكم مثال عملي دلوقتي احنا قلنا بقى نحاول نحط في الكورس بتاعنا حاجات عملي عشان الكورس ما يبقاش ممل بص انا عندي جهاز دلوقتي هفتحه هشغله هذا الجهاز انجاز اللي انا هشغله دلوقتي ده انا عامل عليه موقع مزيف شبه موقع فيس بوك بالضبط شبه موقع فيس سبوفنج معناها حاجة مزيفة شبيهة بحاجة حقيقية ده معنى كلمة سبوفنج فلما اقولك انا عملت ويب سايت سبوفنج يعني عملت موقع شبه موقع حقيقي يسموه فيك ويب سايت او ساعات يسموه فيشنج ويب سايت فيشنج ويب سايت فيشنج ويب سايت طيب ايه الخطورة من كده اقولك يعني انا دلوقتي بقولك شغلت جهاز هذا الجهاز انا عامل عليه موقع شبه موقع فيس بالضبط طيب تعالى نفتحه كده من هنا اهو الموقع اللي فتح معاه ده انت ممكن تعتقد انه هو ده الفيس الحقيقي طيب لو انت اعتقدت ان ده موقع الفيس الحقيقي او مثلا لو ده موقع بانك تتتعامل معاه وانت فاكر انه ده موقع البانك الحقيقي او موقع الشركة الحقيقي فالحاجة البديه هي تعمل هي تعمل له جد بص بقى تقول له ايه مثلا انج مك ات ياهو دوت كوم وهتكتب البصود مثلا اباد عشرين اتنين وعشرين مثلا وتقول له ايه وتقول له لوجين اخد بالك بقى الموقع ده مش موقع الفيس الحقيقي وبالتالي انت لما هتعمل لوجين الانفورميشن اللي انت هتكتبها ديت هتروح لهذا الموقع المزيف اللي هو بقى اصلا الموقع المزيف ده الهكر هو اللي عامله تمام مش بس كده هذا الموقع المزيف بيعمل حركة خبيثة جدا بيعمل ايه بيحولني بيحولني لما انا هقول له لوجين بيقوم جيم حولني على موقع الفيس الحقيقي يعني بص لما اعمل لوجين هيحصل حاجتين دلوقتي اولا اليوزر والبصود اللي انا كنتم دلوقتي يتسرقوا ثانيا تم تحويلي على موقع ده ايه ده ده موقع الفيس الحقيقي اتحولت عليه اهو واخد بالك فتح معي شايف الخدعة فين اهو طيب جميع اه اه كده انا ايه اللي يضمن لي بقى ايه اللي يضمن لي ان الموقع اللي انا بتكلم معاه وهحط فيه بياناتي هو الموقع الحقيقي ازاي اتأكد من هوية الموقع قبل ما افتحه اعمل حقيقة كده بيسموها ايه اه ايدنتفيكيشن او اعرف الايدنتي تعارف لما واحد يقول لك ايه مثلا واحد جاي ياخد منك فلوس اسمه ايه اسمه ابراهيم لقيت واحد جاي لك بيقول لك انا ابراهيم وهات الفلوس هقول له لا استنى استنى لما تأكد من هوية وريني الايدنتيتي بتاعتك يعني مثلا ابراهيم ده مثلا ممكن يكون معا ايه الايدنتيتي بتاعته عملت ايدنتفيكيشن طلبت منه الهوية بتاعته واخد بالك عشان اتأكد قبل ما اديره الفلوس انه هو الشخص الموثوق فيه وعلى فكرة انا اليوزر والباسود اللي كتبتهم دلوقتي تسرقوا تسرقوا فين بصت على اوريك عشان اعمل الموقع المزيف على الجهاز ده بص بقى انا انا مظبط ان مكان معين كده في السي تمام اه انا اللي محدده ادي انج امك اتيه و ادي اباد عشرين اتنين وعشرين دولا لسه حالا الضحية كتبهم جولي انا وتم تحويل الضحية على موقع ايه على موقع الفيس الحقي مقضيم بالكم طيب انا عايز اعمل ايه عايز اعمل عايز اطلب الايدنتي بتاعت الموقع قبل ما اتعامل معاه وقبل ما ابعت له انفورميشن قد تكون حساسة ممكن واحد يفتح موقع يبقى فاكر ان هو ده موقع البنك اللي هو بيتعامل معاه هو مش موقع البنك ولا حاجة ده موقع شبه طب اكيد فيه طريقة اتأكد بها من هوية الموقع قبل ما اتكلم معاه عشان المعلومات اللي هبعتها له ما اكتشفش ان هي ايه اتصربت او ضعت وهذا ما يسمى ده هنشوفه طبعاً وهذا ما يسمى بالاوثونتيكيشن الاوثونتيكيشن معنى ايه خد بالك بقى عشان الدنيا كلها مصطلحات اوثونتيكيشن معناها ساعات بيسموها الموثوقية او التأكد من هوية الطرف التاني وان هو الطرف الصحيح المفترض اتكلم معي ده معنى كلمة اوثونتيكيشن التأكد من الايدنتي بتاعت الطرف التاني اطلب منه اما اطلب منك الايدنتي بتاعتك اطلب منك البطاقة بتاعتك اقولك بريني كده انت اسمك ايه وفيها صورتك او يبقى انا كده استوفقت منك اتأكدت من هويتك هو ده معنى كلمة اوثونتيكيشن الاستوفاق او الموثوقية تمام طيب يبقى اذا اول مشكلة عندنا ايه ان ممكن البيانات اللي بتتبعت من جهازي رايحة لموقع معين تتسرق وهي بتتنقل يحصل لها سنيفنج عايزين نحمي نفسينا من حاجة زي كده الحاجة التانية ممكن يطلع الطرف اللي انا بتكلم معاه هو طرف مزيف وهو ده معنى كلمة سبوفنج سبوفنج يعني تزييف اطلع فيك ويب سايت او سعب يسموه فيشنج ويب سايت تمام ازاي برضه اتأكد من الايدنتيتي بتاعت موقع معين قبل ما اتكلم معاه عشان اتأكد ان هو ده الموقع الحقيقي مش موقع مزيف فيك شبيه دي دي كده بالنسبة للحاجة التانية الحاجة التالتة data modification attack ايه الحاجة التالتة دي بص ممكن الهاكر يعمل ايه ال data اللي بتتبعك من جهازي لموقع معين الهاكر يوقفها يعمل لها كده حاجة بيسموها interception interception يعني يعملها اعاقة يقف في طريقها وبعدين يعدلها ويبعتها بس يبعتها بعد ايه بعد التعديل طب حاجة زي كده لما هكر يعملها هيستفيد ايه اقول لك بقى بص خليني هنا عشان اوضح لك الحتة دي هحتاجة ادخل على لاب كده اه انا بكتب عليه لاب تطش كده مع علم لما يبقى في حاجة محتاجة شرح بدخل عليه كأن ده هو الصبورة بتاعتنا ال white board بتاعتنا اللي هنشرح عليه هنبصد دي مثلا حاجات من كورسات اخرى انا شغال فيها دلوقتي فنفتح كده ايه صفحة جديدة فاضية طيب تخيل معايا عندي جهاز بتاع موظف في بنك تمام قاعد على جهازه جاله زبون client قال له الله انا عايز احط في حسابي مثلا 100000 دولار ايه اللي هيحصل جاي موظف البنك قاعد على جهازه بيكون نكتب ايه بيكون نكتب بالسيرفر اللي في البنك اللي هو عليه بقى ايه بيانات العملة كلهم رقم حسابات العملة رصيد كل عميل وهكذا ده ده السيرفر اللي في البنك ده لو حصل عليه هاج ده الدنيا تتضمر خبالك ده ده اللي في بيانات العملة والارصدة بتاعتهم والفلوس اللي حطوها عاملين شهادات مثلا ولا ايه حاجة كل حاجة موجودة على هذا السيرفر المهم انت ككاستمر كاستمر اديت الفلوس لموظف البنك قلت له والله حط لي دولا في حسابك رقم حسابك كام كذا 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 هو هيدخل على السيستم من جهازه عشان يبدأ يحط البيانات ديت في ايه في حسابك وبالتالي الرصيد بتاعك يزيد طب ما كده في بيانات هيتم تبادلها ما بين جهاز الموظف اللي في البنك وما بين مين ما بين السيرفر اللي عليه السيستم بتاع البنك البيانات اللي هتتبعت ديت هي بيانات بايه بوضع ميت الف دولار في حساب بإكس من الناس مثلا محمد كامل اللي رقم حسابه كذا جميل يجي بقى الهاكر بقى لو واحد بقى هاكر يعمل ايه يينترسيبت الداتا المعلومات دي وهي بتتبعت من جهاز الموظف للسيستم يعمل لها انترسيبت انترسيبت يعني اعاقة يوقفها كده عارف انت لما تبقى ماشي في طريقة تلاقي واحد وقفك ولك ستن قبل ما تمشي هتديك كذا كذا وهاخد منك حاجات معينة وها كذا فده معنى انترسيبت يوم جاي عامل ايه بقى الهاكر ده مين اللي هيعمل انترسيبت الهاكر اللي هو ممكن يكون الهاكر ده هو نفسه الكاستور وارد يوم يعمل ايه الداتا وهي ماشي يقولها استني يوم جاي مزود عليها سفر وبعدين يبقى ايه وهي بتتبعت وقفها وعدل عمل موديفكيشن فيها وبعدين اصابها تكمل مشورة هيكت هنا كام مئة ألف دولار وهو عدلها وخلها ايه زود عليها سفر مليون دولار وهذا ما يسمى بالداتا موديفكيشن أتاك وهتتبع فيقوم الشخص ده اللي هو مين بقى هو في السيستم هنا اللي هو اسمه محمد كامل حسب بقى رقم حسابه كام هيتحط في حسابه مليون دولار بدل مئة ألف دولار وهذا ما يسمى بالداتا موديفكيشن أتاك بيحصل انترسيبشن وتعديل او بيحصل التغيير في الداتا تبديل طيب عايزين نحمي نفسنا من حاجة زي كتا يعني ايه عايزين لو جهاز كمبيوتر في أي مكان باع الداتا لجهاز آخر في أي مكان آخر يبقى في ميكانيزم يعرفني هل الداتا اللي اتبعت الدات حصل تلاعب فيها أثناء النقل ولا ما حصلش بحيث الطرف التاني لما يستلم الداتا يقدر بطريقة معينة يتأكد هل الداتا زي ما طلعت زي ما وصلت ولا حصل تلاعب فيه يعني الطرف التاني هيقدر يكتشف ده اللي احنا عايزين نعمله عشان نوفر سيكيوريتي لهذه الجزائية يكتشف التلاعب تلاعب إذا حدث تلاعب طب لو ما حصلش تلاعب خلاص يبقى هيقبلها طب حصل تلاعب هيكتشفه وهيرفض يعني لما ده تلاعب كده ويزود سفر السيرفر هيرفض وعملية التحويل مش هتتم أصلا لأنه هلاقي الداتا اللي اتبعتت حصل فيها تلاعب إحنا عايزين يبقى إذا عملية كاش في التلاعب ديت هي دي احنا عايزين نعمله وهذا ما يسمى بالانتجريتي يعني انت لو قدرت توفر حاجة تكشف التلاعب اللي حصل ده لو حصل تلاعب يعني هذا ما يسمى بالانتجريتي كلمة الانتجريتي يعني سلامة وصول الداتا بدون تعديل أو تحريف أو أو هكذا ده معنى كلمة ايه؟ انتجريتي يبقى إحنا عايزين نحمي الداتا من السنيفينج ومن السبوفينج ومن الموديفكيشن إن شاء الله هنشوف إن إحنا عشان نحمي الداتا من السنيفينج هنوفر حاجة كيف اسمها confidentiality وعشان نحميها نحمي نفسنا من السبوفينج هنوفر حاجة اسمها authentication وعشان نحمي نفسنا من الموديفكيشن هنعمل حاجة اسمها integrity حاجة حاجة من دولة هندرسها بالتفصيل كده لسه حاجتين حاجة اسمها data replay attack حاجة اسمها data DOS attack لسه هناخدهم إن شاء الله واحدة واحدة طيب نبدأ بإيه بالdata replay attack إيه replay attack أقول لك في الاتاك اللي فات دوت الهاكر عمل إيه غير في الdata وهي بتتبعت وزود عليها سفر وبالتالي وصلت في السيستم إن الشخص ده يتحط في حسابه كام مليون دولار طيب ممكن الهاكر يعمل حاجة تانية إيه الحاجة التانية أقول لك ممكن الهاكر ما يتلاعبش في الdata لحين يعني إيه؟ هنفترض ده الهاكر؟ بيقدر يتجسس على الdata اللي بتتبعت؟ يعمل إيه؟ لأن في رسالة اتبعتت من جهاز الموظف للسيرفر بتأمر بوضع مئة ألف دولار في حساب هذا الشخص مئة ألف دولار الهاكر يعمل إيه؟ يوم جاي واخد نسخة كوبي من هذه الرسالة نفس الرسالة هي من غير ما يتلاعب فيها ولا حاجة ياخد منها نسخة كوبي وبعدين يعيد إرسالها مرة تانية بعدها بشوية نفس الرسالة نفس الرسالة طب لما يعيد إرسالها مرة تانية رسالة دي هت بتدي أمر بوضع مئة ألف دولار في حساب الشخص اللي اسمه او في حساب محمد اهو محمد كامل طب كده النتيجة؟ النتيجة ان هذا الشخص هيتحط في حسابه المئة ألف دولار مرتين وهذا ما يسمى بالdata replay كلمة replay يعني إعادة تشغيل او نوصب بها هنا إعادة إرسال نفس الرسالة مرة أخرى اهو ده الحاجة الرابعة data replay attack احنا عايزين حاجة بيسموها الanti replay الanti replay ده لو احنا وفرناه يعني لو الموظف لو الرسالة اتبعتت مرة تانية السيرفر اللي هيستلم هيقدر يكتشف ان الرسالة اللي اتبعتت دي مكررة يعني من الآخر الرسالة لو تعدلت وهي بتتبعت السيرفر ده هيكتشف هذا التعديل طب لو تم إعادة إرسالها هيكتشف ان هي مكررة وبالتالي الهكر دلوقتي ولو عمل سنيفنج مش هيستفيد حاجة ان شاء الله لما نوفر confidentiality هنضع نتأكد من هوية الموقع قبل ما نتكلم معاه لو عمل تعديل في data ان شاء الله هنكتشف التعديل ده لما نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا الأتاك او للحماية منه لو عد إرسال نفس الرسالة ما تقلقاش هيبقى عندنا حاجة تحمينا من هذا الأتاك فاضل ايه بقى رقم خمسة دي ناخدها وبعدين نطلع بريك ونرجع نكمل ايه 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 ساعات الهكر لما يقول لك ايه ده يعني انا مش قادر اخش مش قادر اضحك عليك ولا قادر اسرق ال data ولا فهم منها حاجة ولا قادر عيد إرسالها ولا قادر اعدل فيها طب ايه رأيك بقى انا كهكر هوقع لهكو السيرفر بتاع البنك هوقع السيرفر هوقع السيرفر هخلي العملاء والموظفين ما يعرفوش يوصلوا للسيرفر روح الشغل يوقف من الساعات كده تروح بنك تعمل ايه ايه اجرات يقول لك معلش السيستم وقع لا مش لو تفتكروا من مدة قريبة كان موقع فيس وخدمات فيس كلها توقفت طيب ايه اللي حصل السيرفر نفسه حصل في ده او حصل مشكلة في اتصال الناس بالسيرفر الكلام ده ممكن يحصل بسبب مشكلة في الشبكة او حاجة حادثة حصلت او ممكن يحصل بفعل هاكر يعني ممكن هاكر هو اللي يعمل ايه؟ يعمل اتك على السيرفر اللي انت بتتكلم معاه اللي انت بتتبادل ما بينك وابينه وانفورميشن ويوقعه او مثلا مثلا يبطأه وهذا ما يسمى بالدي او اس اتاك الدي او اس اتاك هو اتاك بيهدف لايه؟ ان انا اوقع سيرفر او اوقع خدمة معينة الموظفين بيحتاجوها وبيحتاجوا يتبادلوا ما بينهم وبينها ايه؟ انفورميشن موظيم بالكم فالدي او اس اتاك معناها ان انا اوقع خدمة او اوقع سيرفر او ابطأه مش لازم اوقعه بنسبة مية في المية الدي او اس عارفين اختصار ايه؟ اختصار ليه؟ دينايل دينايل جاية من ديناي اوف سيرفرس دينايل اوف سيرفرس يعني منع ديناي يعني منع منع خدمة سموها هجمات منع الخدمات دينايل اوف سيرفرس طيب برضو احنا عايزين نضمن ان الهكر مش هيعرف يوقع السيرفر اللي بنتبادل ما بيني وما بينه ايها؟ انفورميشن عايزين حاجة تحمينا من الدي او اس اتاكس او الدينايل اوف سيرفرس اتاكس ليه؟ عشان نضمن الافيلابيلتي كلمة افيلابيلتي يعني ان الحاجة تبقى متاحة ده معنى كلمة افيلابيلتي ان الخدمات بتاعتنا تبقى شغالة اربعة وعشرين ساعة في الاربعة وعشرين ساعة ما يجيش وقت يقولك اصلافانديم السيستم واقعة اصلافانديم الموقع واقعة ده معنى كلمة افيلابيلتي جاي من افيلابيلتي خدماتنا متاحة امتى ما تبقاش متاحة؟ احد الاسباب اللي ممكن تؤثر على الافيلابيلتي ان حد يعمل علينا دي هو اس اتاك هناك اسباب اخرى ممكن سيرفر قدر وكده يبوز يتحرق الكهربا تقطع في المكان مركزين على ايه؟ ان الافيلابيلتي اه تأثرت بسبب دي هو اس اتاك دولة كده الخمس حاجات اللي ممكن يتعرض ليهم اه الجهازين اللي بيكلموا بعض وبيتبادلوا ما بينهم وبعض ايه؟ ايه؟ الخمس حاجات دولة عشان نحمي نفسنا منهم بنختصرهم في ايه؟ الكونفيدنشياليتي اللي هتحمينا من الداتا سنيفينج اه لو تلاحظ بتبدأ بحرف السي طب الافونتيكيشن تبدأ بحرف الايه؟ طب الانتجريتي تبدأ بحرف الاي الانتي بليي والافيليبليتي بيبدأوا بحرف ايه؟ الايه؟ قال لك خلاص احنا ممكن نختصر الخمس حاجات دولة في الجملة المشهورة اللي هتسمعوا عنها كتير وهتتساءلوا عليها في الانترفيوس كتير يقول لك تعرف ايه عن السي آي ايه؟ السي آي ايه؟ السي آي ايه ما أنا ما نقصدش بيها السي آي ايه اللي بتشوفها في الأفلام الاجناب دي مش عارف المباحث ايه والمهم لا ده نوصد بها اختصار CIA لإيه بقى C اختصار Confidentiality طب والI اختصار لإيه اختصار للintegrity طب والإيه الإيه بقى والله ممكن تمشي availability وهي دي اللي بيركزوا عليها أكتر تمشي anti-replay تمشي authentication تمشي التلاتة تمشي التلاتة ولكن في الكتب لما بيذكر حرف الإيه ده هما بيبقوا قصدين بيه availability وبيركزوا أكتر على availability بس هي تمشي حرف إيه يمشي برضو anti-replay يمشي يمشي authentication يمشي لكن الكتب بتركز أكتر C confidentiality integrity availability وبيسموا التلات حاجات دولة اللي هما الconfidentiality اللي هيحميك من ال data sniffing والintegrity اللي هيحميك من ال data modification أو alteration و availability عشان نحمي نفسنا بيسموا التلات حاجات دولة security triad كلمة triad يعني ثلاثي أو سعب بيسموه ثلوس ثلوس السيكيورتي أو مسلس السيكيورتي أو ثلاثي السيكيورتي اللي هما إيه السيكيオي ايه تعالي وريك مسلس كده هو مشهور قوي قوي وتتساعل عليه كتير جدا في الانتربيوز يسموه السيكيورتي ترايد سيعمل لك مسلس كده آدي pregunta خلي بالك برضو هيمشي bull يمشي ويمشي anti-replay بس هما بيركزوا اكتر على الافيليباليتي وهنا بقى عاملين مسلس لبتوع السيكيوريتي ومسلسة الهاكر المسلس بتاع الانفورميشن سيكيوريتي بص كونفيدنشياليتي اللي هي عكسها ايه ديسكلوجر شفتوا لما تكلمنا على الكونفيدنشياليتي عكسها ديسكلوجر او ليكيج او ديسكلوجر او او اكسبوجر اه بص الهاكر عايز يعمل ايه عايز يعمل ديسكلوجر طب وانت كراجل الانفورميشن سيكيوريتي عايز تعمل ايه عايز تعمل كونفيدنشياليتي طيب الهاكر عايز يعمل اولتريشن تعديل في الداتا اهي بص بص مصطلح اولتريشن اهو طيب انت عايز تعمل ايه لا انت عايز تعمل انتجريتي اللي هي عكس الالتريشن الهاكر عايز يعمل دينايل يوقع لك حاجة لا انت عايز تخليها available باستمرار. فده مسلس الinformation security وده مسلس الهكنس disclosure, ultilation, denial interconfidentiality, integrity availability. وزود عليها كمان الanti-replay والauthentication. أتمنى الدنيا تبقى واضحة الكلام لسه ليه بقية بس هنطلع بريك. شمالتوا بعرفين نظام المحاضرة. احنا يعني المحاضرة ساعتين بنطلع في النص كده بريك سغير. ربع ساعة ولا حاجة. ساعات بقى البريك ده نطلعوا بعد ساعة بالضبط. ساعة الكلام ياخدنا واضطر ان انا اكمل شرح شوية فدلوقتي الساعة سبعة وعشرة ربع ساعة ان شاء الله ونرجع نكمل. يعني نرجع ونص إلا خمسة. سبعة ونص إلا خمسة. تمام? اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يلا بسم الله الاسكريين ظاهر عندكو جهة تمام اه متاز حد عنده اي سؤال في اللي فات اولي حاجة طيب نكمل بقى هكذا شفنا الخمس حاجات الـ sniffing attack الـ spoofing attack الـ modification attack الـ replay attack و DOS attack وعرفنا يعني ايه CIA ده بيسموه بالحاجات اللي بتتساءل عليها كتير في الـ interviews بصوا انا عامل فولدر عندي في الماتوريال مسميه مسميه important ايوه cyber security interview questions اشهر الاسئلة اللي بيجيلك لما حداك تيجي تقدم على وظيفة في مجال الـ cyber security او في مجال مثلا الـ information security طيب بصوا كده تلاقي ملف text فيه لينكات تعالوا كده ندخل على اللينك الاول ده كده واتلاقوا الفايل ده زي ما هو كده مرفوع اه في الماتوريال اهو تلاقي اه cyber security interview questions تمام؟ تعالوا نخش على اول لينك ده هتلاقي بعض حاجات من اللي احنا درسناها موجودة في الاسئلة اللي بتيجي هنا ونخش بالمرة على اللينك التاني دوت كيف هي اول لينكين طيب بص هنا جايب لك ايه بيقول لك اكتر خمسين سؤال بيقول لك في مجال الـ cyber security او في مجال information security بيقول لك ايه هنا المهم شوية الاسئلة دي طبعا الحاجات دي احنا لسه ما درسناها بس في حاجة اخدناها هناك explain CIE triad دي من ضمن الحاجات المشهورة اللي بتتسأل عليها في الانتربيوز هتلاقي طبعا الاسئلة باجاباتها موجودة هنا يعني او الـ CIE triad اللي هو بيقصد بيقى الـ confidentiality والـ integrity والـ availability وممكن تزود بقى حرف الايه معاك كمان الـ authentication والـ anti-replay وبعدين بيشرح بقى واحدة واحدة ايه هو الـ confident احنا طبعا كده هنمسك حاجة حاجة من دولة نشرحها بالتفصيل بيشرح ايه هو الـ confidentiality وايه هو الـ integrity وايه هو الـ availability طيب تعال نشوف هنا مثلا ده موقع تاني جايب لك اكتر 110 سؤال بيقول لك في مجال السايبر سيكورتي الاول بيقول لك ايه هو السايبر سيكورتي ايه هي الـ elements بتاعته طبعا السايبر سيكورتي هو مجال بيهتم بكل ما يتعلق بتأمين الاجهزة الالكترونية عشان نحميها من اي هجمات الالكترونية اي هجمات الالكترونية بقى ممكن تقصر على الـ information security الـ network security الـ operation بتاع الاجهزة الاجهزة شغالة ولا مش شغالة applications الحاجات اللي احنا قلناها من شوية وهنتكلم عليها واحدة واحدة بالتفصيل ان شاء الله طيب تعالى كده نشوف فيه سؤال هنا عن الـ CIE بص هتلاقي الـ CIE ده على طول تسأل عليه في ايه اللي هو confidentiality و integrity و availability طيب كل شوية ان شاء الله كل ما نشرح حاجة جديد كده هنرجع للأسئلة ديت عشان نشوف احنا غطينا ايه منها بإذن الله طيب مبدئيا كده قبل ما نمسك حاجة حاجة نشرحها من الخمس حاجات دولة عايزة اديك معلومات اعرفها دلوقتي ان حضرتك مواقع الانترنت فيه منها نوعين اي موقع حضرتك بتفتحها في الانترنت نوعين اما يكون الموقع من نوع HTTP او يكون الموقع من نوع HTTPS يعني تعالى مثلا نشوف الموقع ده كتب لك فوق ايه HTTPS وجايب لك علامة FLAME طب ده مثلا جايب لك HTTPS موقع FACE HTTPS موقع عباد HTTPS طب هناك مواقع بتبقى من نوع زي كده ايه شفتوا الموقع المزيف اللي انا عملته من شوي اللي هو شبه الفيس انا هدخل عليه تاني يوم هل كاتب لي فوق HTTPS لا اذا هذا الموقع من نوع HTTP طب هو ايه الفرق ما بين المواقع اللي من نوع HTTP والمواقع اللي من نوع HTTPS قال لك بص المواقع اللي من نوع HTTPS عارف حرف الاس الزيادة اللي في الاخر ده معناه انه هو secure يعني ايه يعني حضرتك لو قاعد على جهازك والموقع اللي انت بتتكلم معاه الموقع اللي انت بتتكلم معاه من نوع HTTPS يبقى ما تقلقش ما تقلقش يعني يعني لو فيه هاكر قدر يسرق الداتا اللي ما بينك وما بين الموقع مش هيفهم منها حي لو فيه هاكر قدر يتناعب في الداتا الطرف التاني هيعرف لو فيه اقر ايه قدر يعيد ارسالك داتا الطرف التاني هيعرف من الاخر وانت فاتح مواقع HTTPS انت بتبقى متطمن ان الحوار اللي ما بينك وما بين هذا الموقع هيبقى مؤمن وما تقلعش بقى من السنيفنج والموديفكيشن والريبلي والحاجات دي لكن حضرتك لو فاتح موقع HTTP لا المواقع HTTPS الحوار اللي ما بينك وما بينها ما ببقاش مؤمن الداتا بتتبعت زي ما هي من غير مثلا ما تتشفر وبالتالي لو حد سرقها يفهم اللي فيها وممكن حد يعيد ارسالها او يتلعب فيها ويبعثها وهكذا اذا مبدئيا كده لحد ما نشرح التفاصيل دي كلها الافضل كسيكيوريتي مواقع HTTPS انما المواقع HTTPS بتبقى اسرع في التصفح ولكن ما فيهاش شغل سيكيوريتي الحتة دي مهمة جدا جدا حتى بص لو انت فاتح موقع HTTPS تلايجيب لك علامة افل كده ويقول لك كونيكشن سيكيور بص لو فاتح موقع زي الموقع المزيف ده الافل اللي هنا عليه زي شارطة كده وبيقول لك كونيكشن ايها نوت سيكيور اتمنى تكون الدنيا واضحة طيب مهندس محمد بيقول عايز اللينك بتاع الميديا فاير اه حاضر ابعته لك تاني سواني ده اللينك اللي فيه الماتيريال ايه ماتير انا هشتغل منها الانترو البوكس التولز كل ده موجود ايه في اللينك نبدأ يلا باسم الله في الكونفيدنشياليتي اللي هي اول حاجة من الخمس حاجات دول ازاي نوفر كونفيدنشياليتي يعني ايه يعني سرية بمعنى ان لو انا بتكلم مع حد وحد قدر يسرق الداتة اللي بتتبادل ما بيني وما بينه ما يفهمش منها حاجة اخترعوا ايه عشان يوفروا الكونفيدنشياليتي وبالتالي انا ما ببقاش قلقان مش قلقان ايه الداتة بتاعتي لو اتصربت وكده كده اللي هياخد نسخة منها مش هيفهم منها حاجة مش هيحصل كشفة وفتح ليه كده هيبقى فيه برايفيسي خصوصية للداتة بتاعتي مش اي حد يتطلع عليها غير الطرف التالي اللي انا بتكلم معي عملوا الكلام ده ازاي اخترعوا حاجة اسمها انكريبشن انكريبشن يعني ايه يعني تشفير وده علم الوحد انكريبشن او ساعات بيقولوا عليه انصيفر بس الاسم الاشهر انكريبشن بتعرف ان فيه علم علم متخصص في الانكريبشن يسموه علم الكريبتوغرافي الكريبتوغرافي هو علم دراسة التشفير وانواعهم واختراع انواع اخرى للتشفير ده الكريبتوغرافي طيب ايه اللي بيحصل بقى عشان نفهم الحتة دي كويس اه خليني ادخل على اللاب اللي انا بكتب عليه دوت عشان الحتة دي محتاجة ايه شرح تفصيلي شوية نفتح كده صفحة جديدة بصوا كده بسم الله انا دلوقتي الام من ايه الان انا واناعدة على جهازي بتكلم مثلا مثلا مع موقع فيسبوك مثلا كمثال يعني نشرح عليه الحوار اللي ما بيني وما بينه انا عايزه يبقى مشفر عشان لو حد سره وما يفهمش منه حاج قال له خلاص هنعمل ايه الكلام اللي انا عايز ابعته له ايا كان الداتا اهي او الانفورميشن سيقول له هالو بس انا مش عايز حد يعرفه نعمل ايه قبل ما نبعتها نعمل لها انكريبشن نشفرها طبعا عملية الانكريبشن ديت بتتم بالاتفاق مع الطرف التاني طيب الانكريبشن ده بيطلع لي داتا مشفرة يعني هيطلع من ناحية التانية هنا انكريبتد داتا طب لو حد سرقها مش هيفهم منها حاجة من الوحيد اللي يقدر يفهمها الطرف اللي انا اتفقت معاه على طريقة التشفيل يعمل ايه بقى؟ بتجيلوا الدياتا انكريبتد انكريبتد داتا بيعمل لها العملية العكسية العملية العكسية هي ايه؟ بيعمل حاجة اسمها ديكريبشن ديكريبشن يعني يفك التشفير العملية العكسية للتشفير يطلع ايه بقى من ناحية التانية بعد الدكريبشن يطلع من ناحية التانية الداتا العادية بتاعتي اللي هي مكتوب فيها ايه مثلا هالو هتطلع من ناحية التانية هالو واسطة الفكرة يبقى انا قبل ما بعت الداتا اشفرها بالاتفاق مع الطرف التاني وهو يعمل لها ديكريبشن فك تشفير يبقى اهو ده معنى كلمة انكريبشن ودكريبشن عندنا علم اسمه علم الكريبتو جرافي ده العلم اللي بنخترع فيه طرق لتشفير الداتا خد بالك أنا وأنا بعمل انكريبشن هناك طرق مختلفة لتشفير الداتا وفيه طرق ضعيفة وفيه طرق قوية طب الطرق الضعيفة ديت ممكن يترتب على هيئة أقول لك إن حد هاكر في النص هاكر في النص يسرع نسخة من الدات المفترة اللي هي مالها مشفرة صح كده يعمل ايه هو بقى يحاول يكسر التشفير بتاعها يعمل حاجة كده مشهورة جدا جدا يسموها الكريبت أناليسز الكريبت أناليسز إن حد ياخد حاجة مشفرة ويقعد يحللها عشان يكسر التشفير بتاعها ويعرف أصلها عشان كده فيه علم اسمه ايه اسمه علم الكريبت أناليسز ده علم العلم ده بالعربي معناه ايه يعني علم كسر التشفير بص بص كده كسر مش فك فيه فرق ما بين كسر التشفير وفيه فرق ما بين الدكريشن ده يعني فك التشفير أنا لما باتفق باتفق مع حد على طريقة معينة شفر بها الداتا هو بيبقى عارفها وبالتالي بيبقى بسهولة جدا يفك تشفير الداتا لأن أنا متفق معاه على الطريقة اللي هنشفر بها الداتا لكن كسر التشفير إن أنا أفك تشفير الداتا اللي أنا سرقتها وأنا مش عارف أصلا الطريقة اللي تشفرت بيها طب ده ممكن يحصل إن حد يسرى داتا مشفرة ويقصر تشفيرها آه يحصل لو كانت الطريقة المشفر بيها الداتا طريقة ضعيفة وهنقول إحنا لسه على الطرق المختلفة وإيه الضعيف وإيه القوي طيب فإذن انكريبشن يعني يعني تشفير ديكريبشن يعني يعني فك التشفير اللي بيعمله الطرف الثاني طب كريبتاناليسز يعني يعني كسر التشفير غير فك التشفير تمام ويظهر معنا بقى كده مصطلح جديد اسمه الكريبتولوجي ايه الكريبتولوجي بص الكريبتوجرافي هو علم التشفير طب الكريبتاناليسز هو علم كسر التشفير طب الكريبتولوجي هو العلم الذي يجمع ما بين الكريبتو جرافي والكريبتو 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 ج لك اه يبقى انت كده شغال في مجال الكريبتولوجي يبقى الكريبتولوجي هو العلم الذي يجمع ما بين الكريبتو جرافي والكريبتاناليسيسي وانا بقى في شوية مصطلحات مهم جدا نعرفها يعني ايه بلاين تيكست او كيلير تيكست ده مصطلح بيتقال على الداتا قبل تشفرها كلمة بلاين تيكست يعني او كيلير تيكست يعني نص واضح وصريح انت بقيت لوحد بتقول له هلو فدي كده تتسمى ايه دي كده بلاين تيكست او سميها كيلير تيكست يعني ايه نص واضح غير مشفر طيب بعد تشفير الداتا اللي انا عايز ابعتها بيسموها آآ صيفر صيفر تيكست او ممكن تسميها انكريبتت تيكست يعني نص مشفر بيسموه صيفر أو encrypted مصطلحات دي مهمة جدا أو صيفر تيكست أو encrypted تيكست طب يعني إيه encryption algorithm بص انت بتدخل الداية بتاعتك اللي هي الواضحة الصريحة الغير مشفرة بتدخلها على حاجة بيسموها encryption algorithm ده بيبقى إيه معادلة الرياضية معادلة لتشفير الداية بيسموها encryption algorithm وهناك العديد من encryption algorithms في أنواع هنشوفها واحدة واحدة يبقى إيه معنى encryption algorithm دي المعادلة الرياضية اللي هنستخدمها لتشفير الداية بس خد بالك من حاجة بقى لابد إن هذه المعادلة يدخل عليها حاجة كده مشهورة جدا بيسموها encryption key إيه الإنكريبشن key عبارة عن كلمة سر كلمة سر بتدخل على المعادلة مع الداية يعني إيه معادلة التشفير بيدخل عليها حاجتين الداية اللي انت عايز تشفرها أي أن كان محتوها إيه ويه حاجة اسمها encryption key ده زي كلمة سر مثلا يعني m-m-h-o-r-s-t مثلا يعني تمام دي كلمة السر مين الوحيد اللي بيبقى عارف كلمة السر أو الكي اللي تم ادخاله على المعادلة اللي شفرنا بها الداية الوحيد اللي بيبقى عارفه الطرف التاني يعني لو أنت بتكلم مع فيس هيبقى الوحيد اللي عارف كلمة السر ديت هو موقع فيس ليه لأن كلمة السر ديت لازم تستخدم أثناء فك التشفير إيه اللي بيحصل بقى فك التشفير بيبقى عندي encrypted data أو cipher زي ما اتفقنا cipher tickets تخش على decryption algorithm يعني معادلة فك التشفير ولازم يدخل معاها نفس الكي اللي تم استخدامه أثناء عملية التشفير نفس الكي الencryption key اللي هو يبقى كام هنا اللي هو m-m-h-o-r-s-t مثلا يعني وبيبقى حاجة طبعا معادة عن كده بس أنا بديك مثال عشان كده أنا من شوية قلتلك لما نشفر data مين الوحيد اللي هيبقى قادر إن هو يفك تشفيرها الطرف التاني اللي باتكلم معاه ليه بقى لأن الكي الكي اللي أنا استخدمته عشان أشفر data ما بيبقاش حد عارفه غير الطرف التاني اللي أنا باتكلم معاه طيب طب ساعتها لو فيه هاكر سرق الـ بس ما يعرفش ايه أو لا يعلم الكي تعرف إن الـ هاكر ممكن يبقى عارف المعادلة اللي اتشفر بها data شكلها عمل إزاي لكن لا يعلم الكي وبالتالي لو الـ هاكر سرق الكي لا أسوري لو الـ هاكر سرق الـ data مش هيعرف يفك تشفيرها إلا إذا إلا إذا إيه بقى حضرتك إلا إذا كان الكي ده حاجة سهلة مش مع أدب حاجة سهلة مش مع يعني تخيل مثلا الكي 1-2-3 عارف الـ هاكر ساعتها اللي بيعمل إيه بقى اللي بيعمل كريبتا analysis بيعمل إيه بيقضي يجرب في ملايين الكي يعني يعني يعمل إيه هو عنده data مشفرة تمام أهي اللي هي cipher وهو عارف المعادلة اللي بتشفر أو بتفك التشفير عالي ما بتبقاش حاجة سر يعني المعادلة نفسها بالسر وهو عارف المعادلة إيه بقى اللي بيبقى سر والهكر ما بيبقاش عارفه الكي وهو ده بيبقى التحدي إن الهكر اللي هيعمل إيه اللي هيعمل crypt analysis يقدر يعرف الكي فكلما كان الكي معقد كلما عملية كسر التشفير هتبقى صعبة جدا طب لو الكي سهل وحجمه صغير سيح مثلا كي واحد اتنين ثلاثة ده سهل جدا قصة الهكر ممكن يقعد يعمل ايه يقعد يجرب في آلاف الكي مثلا يجرب واحد اتنين ثلاثة من واحد لخمسة من واحد ستة يجرب كده آلاف او ملايين الاختمالات لحد ما يزبط معاك صح ويتم فك تشفير الداتا واصلة الفكرة بص من الاخر الشخص اللي هيسرق الداتا وهيفك تشفيرها بيحتاج يكون عارف المعادلة اللي تم استخدامها في التشفير والمعادلة اللي هيتم استخدامها في فك التشفير وعارف كمان الكي اللي تم ادخاله أثناء عملية التشفير تمام طيب تعالى بقى نتكلم على ايه يبقى احنا كده شفنا ايه قصة الانكريبشن نتكلم على ايه هي الالجوريزمز اللي تم اختراحها لتشفير الداتا يعني احنا قلنا هندخل الداتا على معادلة هذه المعادلة بتعمل ايه بتشفر الداتا تبقى عادة معادلة رياضية طيب علماء الرياضيات اللي هما متخصصين في علم ايه في علم الكريبتوغرافي ايه المعادلات الرياضية اللي اخترعوها اللي ممكن تستهدى من تشفير الداتا اخترعوا حاجة اسمها ديس وبعدين اخترعوا حاجة اسمها تريبل ديس وفي عندنا الاي اي اس والسيل والتيكي اي بي والارسي فور والبلو فش وماشاء الله في عشرات الانواع من المعادلات الرياضية اللي ممكن تستهدى من تشفير الداتا طيب طب احنا المعدة دي مش لازم يدخل عليها كي طب يا ترى كي ده معقد ولا كي سهل قال لك بص لو تم استخدام الديس بيبقى الكي اللي هيتم ادخاله عبارة عن 56 بيتس يعني ايه يعني الكي لن يتجاوز 56 خانة بيبقى عبارة عن اسفر وحاية كده توتل توتل كام 56 بيتس 56 01 وكي ده يعتبر كده حجمه صغير يعني عدد خاناته قليل طب التريبل ديس قال لك احنا ممكن ساعتها الكي اللي يتم ادخاله على معادلة التشفير لو هي التريبل ديس ممكن يبقى 112 بيتس او 168 بيتس ده ما شاء الله ده كده الكي ده حجمه كبير يعني لو الهكر قاعد يجرب ما يخلي بالك كل ما الكي يجبر عارف انت لو عامل نفسك باسود كل ما تقام معادة وطويلة كل ما يبقى صعب على الهكر ان هو يعرفها اذا كل ما الكي بيجبر كل ما يدينا السيكيورتي اعلى بس خد بالك ده بيجي على حساب الايه البرفورمانس كل ما بيتقوي طريقة السيكيورتي كل ما يعني الموضوع يجيب نتيجة عكسية والدنيا تبقى قبطأ طب الـ ES دي طريقة من الطرق ممكن تستخدم معاها كي 128 بيتس او 192 بيتس او 256 بيتس ما شاء الله يعني بص بتصبرتك لحد 26 بيتس هناك طرق اخرى زي السيل والتيكي اي بي كل دي معادلات رياضية كل معادلة رياضية بيبقى ليها حجم كي بيستخدم معاها بيسموه الكي لينس طيب هذه المعادلات الرياضية فيه منها الضعيف وفيه منها القوي يعني يقولك ايه اوعى تستخدم الدس يعني الدس ده في الداية اختراعه كان طفرة وكان حاجة كويسة لكن مع التطور اللي حصل في عالم التشفير الدس دلوقتي مستبعد بالنسبة ليه بقى لان الدس حجم الكيل اللي بيستخدمه اثناء تشفير الداتا 56 بيتس ممكن الهاكر يعمل ايه يعد يجرب اللي هو بقى بيعمل كريبتا يعد يجرب جميع الاحتمالات مش هو 56 يجرب من 56 سفر وبيبقى أصفر وحيد بسها لحد 56 واحد يجرب 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 لحد ما تزبط معاه ويعرف الكي الصحيح ايه لان هنا حجم الكي مش كبير هو توتل 56 تعرف ان في بداية اختراع الدس الناس بقى المتخصصة في الكريبتا انا عالي سيزبق اخترعوا ايه اخترعوا ايه ايه اسمها الكوبا كابانا الكوبا كابانا هذه الالة بتقدر تجرب جميع احتمالات الكي بس بتستغرق مدة هادي لانها كانت بطيقة شوي بتستغرق 6 و 4 من 10 يوم ستقول 7 ايام 7 ايام تكسرلك يعني لو انت كهاكر قدرت تسرق حاجة مشفرة بايه بالدس ومش عارف الكي تقعد تجرب لك ايه تاخد 6 ايام ونص اخد بالك دلوقتي مع التطور اللي حصل في اجهزة الكمبيوتر الموضوع ممكن اخد وقت اقل من كده بكتير جدا جدا ده الالة دي كانت بطيقة طيب فيه اجهزة تقعد تجرب ملايين ومليارات اللي احتمالات في الثانية الوحدة وبالتالي تاخد وقت اقل من كده بكتير طيب التريبل ديس التريبل ديس ما شاء الله الكي بتاعه حجمه كبير وبالتالي انت محتاج لو هتستخدم جهاز كمبيوتر عادي عشان تقعد تجرب جميع احتمالات يعني لو الكي مثلا 168 بيتس عشان تقعد تجرب من 168 صفر إلى 168 واحد يجرب لك يجرب لك جميع احتمالات عارف محتاجات دي ايه محتاج اربعة وستة من عشرة بنيونيرز يعني ايه عمر لا نهاية تمام وبالتالي حضرتك لو استخدمت التريبل ديس واستخدمت كي من دولة سوى مية واتناشا ومية وستانية وستين اش تبقى الآن لا التريبل ديس من الحاجات القوية طب ال اي اس ده ما شاء الله ممكن يدعم كي يوصل لينتين ستة وخمسين بيتس قولك ده انت كده محتاج مية بص محتاج مية تسعة واربعين تريليونيرز عشان تقعد تكسر هذا الكي وتجيب جميع احتمالاته على فكرة من وسط انت طبعا مش مطلوب منك تعرف شكل المعادلة الرياضية بتاعت كل واحد دولة عاملة ازاي عارف انت ممكن تقعد انا مرة عدت تلات اربع ساعات نشرح كان حد يعني بيعمل زي دراسات في التشفير وكده فكان محتاج يفهم الدس بيشتغل ازاي عدت معا بتاع تلات اربع ساعات عشان نشرح بس الدس شكل المعادلة الرياضية بتاعته عاملة ازاي تخيل ورغم كده الدس بيصنف ان هو حاجة ضعيفة دلوقتي انت مش عليك تعرف المعادلة الرياضية بتاعت كل واحد عاملة ازاي انت يهمك تعرف انهي نوع من دولة القوي وانهي الضعيف فيقول لك الدس ابعد عنه السيل بلاشو برضو ابعد عنه عندك التريبل دس من الحاجات القوية الاس من الحاجات القوية التكي اي بيقول لك ابعد عنه من الاخر ايه اقوى طريقة بينصح بيها في الواقع العملي دلوقتي الاس من اقوى طرق التشفير اللي تم اختراح تعرف انه علماء الرياضيات اللي اخترعوا الاس هم نفسهم بيحاولوا يكسروا فيه ويدوروا على ثاغرة فيه بقالهم عشرات السنين مش عارفين وبالتالي الاس من الانواع القوية جدا اللي بننصح بي وابعد عن بقى السيل والتيكي اي بي والانواع الاخر الاس وبعده التريبل دس واخد بالك انت لما تستهدم الاس ممكن تستهدم معاكي 128 192 256 كل ما تزود في حجم الكي كل ما يبقى التشفير معقد وأصعب أكتر سياخد وقته أكتر احنا قلنا دايما دايما الموضوع يبقى على حساب البرفورمانس الاس حقق معادلة صعبة قوي الاس أقوى من التريبل دس وفي نفس الوقت أسرع دايما دايما لما بنخترح حاجات أقوى تلاقي فيها مشكلة أن هي أبطأ لا دا الاس مثلا أقوى من التريبل دس في السيكوريتي وفي نفس الوقت أسرع كمان يا دي تبقى حاجة بقى إيه حاجة ممتازة جدا لما نخترح حاجة أقوى وأسرع يعني الطبيعي بيبقى أقوى وأبطأ وقضيين بالكم الحتة داية مهمة جدا جدا إذن فعايزين الانكريبشن ألجوريزمز إيه الأنواع القوية والمحترمة الاس ابعد عن الانواع التانية يعني لو صادف يعني مثلا أنا مرة كنت بعمل إعدادات لجهاز في الشبكات اسمه أكسس فون فأنا بعمل إعدادات لقيته بيسألني بيقول لي هو أنت عايز تستقدم في الانكريبشن الاس ولا التكي غايبي دون الطريقتين المتاحين اللي بيدعمهم هذا الجهاز وإنت مغمض عينيك تستقدم إيه الاس ابعد تماما عن التكي غايبي ابعد عن السيل ابعد عن الديس الاس ممتاز جدا هو أقواهم تريبل دس والدو من الحاجات القوية لكن الاس أسرع وأقوى منه تمنى تبقى الدنيا ورح لسه هنتكلم على الانكريبشن فكرته إيه أنا دلوقتي لما بدخل الداتا على معادلة المعادلة دي بتعمل إيه يعني في الداتا إيه هي الأفكار الرئيسية للانكريبشن هنقولها آآ طب الناس اللي شغالها في الكريبتااناليسيز إزاي بيقدروا يكسروا التشفير إيه الطرق المختلفة اللي ممكن تصدم لكسر التشفير غير إنه هو يقعد يجرب جميع احتمالات الكي هل في طرق تانية هنتكلم على حاجة اسمها الكريبتااناليسيز وبعد كده هنتقل بقى لحاجة اسمها حاجة اسمها ونعرف ان اللي احنا درسنا من شوية ده بيسموه وحنعرف ان في نوع آخر بيسموه وهناك أنواع أخرى من هنعمل مقارنة بينهم ونشوف الفرق من حاجات اللي اتساءل عليها كتير في يعني بص هنا عارفين لو رحنا على اسئلة اللي تعرضنا لها من شوية هتلاقي بيسألك يقول لك إيه هتلاقي برضو هنا هتلاقي برضو هنا من ضمن الحاجات اللي بيسألك عليها برضو هتلاقيه لو دورت كده وسط الاسئلة هتلاقي يعني ايه الحاجات بتسأل على الاسمتريك واسمتريك ان شاء الله نبدأ بيهم يعني نبدأ كده بصوا عشان تبقوا عارفين بلد النظام احنا كده النهار ده خدنا من اول هنا الحاجات زي ما اتفقنا فيه اجندا لكل محاضرة انتوا جروب اتناشر سيشان تو تاريخ النهاردة كام المفروض النهاردة بقى ايه دي تاريخ ستاشر النهاردة سبعتاشر صح كده بعد كده تمنتاشر بعد كده تسبعتاشر تاريخ سبعتاشر دي النقطة اللي اتشرحت النهاردة كل سيشان كده هنعمل لها ان شاء الله الاجندة بتاعتها هو طبعا الاجندات دي هرفعها لكوا اول باول على اللينك اللي بعته لكوا اهو زي ما اتفقنا جروه 12 احنا بقى ده ده التاريخ فيه غلط كده هارفع لك اهو اجندة انبالح واجندة النهاردة قد كده عنده اي سؤال شوفكم بقى الخير بكرة بإذن الله السلام عليكم